السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نكلم نهاردة في نوع جديد من المنشآت. وهي الصلاة الخرصانية المسلحة. الصلاة الخرصانية المسلحة هي منشآت خرصانية تستخدم لتغطية مساحات واسعة. مثل القعاط والمدرجات والمخازن والمصالح. غرض الصلاة الخرصانية المسلحة ان انا مستخدمش عمود داخلي في المنشآ. لكن الاعمدة مسموحة فقط على المحيط الخارج. فانا عايز نزام انشائي مناسب لحملة هزي التغطية. تغطية ايه? البلطة بتاعتي اللي انا اغطي بها المنشآ. ده كله عايز نزام ترتكز عليه. ايه هو النزام الانشائي ده? ده اللي هو الشرح بتاعنا النهاردة. وبانا عندي الصلاة الخرصانية المسلحة مكونة من تلات حاجات. مكونة من البلطات بتاعتي. بلطة اللي على الاحمال من فوق البلطة دي ممكن تكون ممكن تكون عندي القامرات السنوية اللي بقسم بيها البلطة. السيكنتري بيه. واللي هي هتحمل البلطات برضو. عندي النزام الانشائي اللي يرتاجي عليها اسلاب والسيكنتري بيه. ايه هو بقى المين سيستم? المين سيستم ده عبارة عن نزام انشائي معيح. النزام الانشائي ده بياتين من وضعه موازي للاتجاه القصير. للصلاة. ده يفضل لكن ممكن الضرورة تقول حاجة تانية غير كده. النزام يتحط موازي للاتجاه الطويل. مفيش مشكلة. لكن في الشرح بتاعنا ما فيش ضرورة ولا حاجة فاحنا الافضل ان احنا نحطه في الاتجاه القصير. ازاي? تعال على مسال كده بسيط عندي قطعة ارض بالشكل ده. ده الايه اللي شرط بتاعها? وده الايه اللي نونج بتاعها? لما اجي احب ارس النزام الانشائي بتاعي ارسه في الاتجاه الموازي الاتجاه الطويل ولا الاتجاه القصير? طبعا الافضل الاتجاه القصير. فاجأة لما اجي ارس النزام الانشائي بتاعي. ده وبسيب مسافة معينة وبحط نفس تاني. وهكذا بقى لحد ايه? لحد النهاية. ده ده وده بالنسبة للعمدة. العمدة بتيبها هنا في المحيط الخارجي بس. ممنوع بره. ممنوع بره. ده هنا العمود بيكون هنا فقط. ما اتفقى. قلنا بالنسبة للبلاطة دي قسمت بقى قسمت القطعة الارضة هوا لبلاطات. تمام? البلاطة دي بقسمها لباكيات صغير ايضا. ازاي ان انا بعمل كاميرات سنوية? بالشكل ده. كاميرات السنوية بقى بتمشي من الاول للاخر. كاميرات السنوية مرتكزة على بتاعها. بيتقسم بمسافة معينة برضه. لحد النهائي. مش شاكل كده. وهكزا بقى الحد. لحد النهائي. فانا كده قسمت المساحة بتاعتي لحيطة صغيرة من البلاطات. البلاطة دي بيتديني مساحة اسمها اس في اكس. فالاس دي ممكن ناخدها من اربعة لستة متر. دي افضل الابعاد ومش ابعاد سابتة ده افضل الابعاد اللي انت ممكن تستخدمها. بالنسبة الاكس. اكس من اتنين متر لخمسة متر. يبقى بالتالي انت كده قسمت البلاطة الكبيرة لحيطة بلاطة صغيرة عبارة عن بلاطة مسلا اربعة في اربعة متر. خمسة متر في خمسة متر. تمام? اللي هي بلاطة لو انت استخدمتها سوط سلاب هتحلها ان هي تو وي فهي بلاطة مربعة او شبه مربعة. لو انت استخدمتها لو انت استخدمها هولو بلوك سلاب عديد بقى وان واي هولو بلوك سلاب. لان في شرح الهولو بلوك قلنا اه ان انا بستخدم في حالة ان البعد يكون اقل من ستة متر. فالبعد عندي هنا يبقى اقل من ستة متر. فبالتالي البلاطة انا صغرتها. تمام? عن طريق الشكل ده. تمام? يبقى دي جده عارفنا ان ده البلاطة بتاعتنا ممكن تكون سولد سلاب او هولو بلوك سلاب. ده عندي السكندري بيم. اللي شايلها البلاطة دي. تمام? ده عندي تمام? ده وعرفنا ان بتحط على مسافة سابتة يعني دي اس دي اس دي اس ما بتتغيرش نفس الكلام للاكس. كمارات السنوية ما بتتغيرش وما ينفعش انها تتغير. تمام? تمام? دي بالنسبة للتغطية بتاعتنا والشكل البلان بتاعنا. تمام? تكلمنا بعد كده كله هيبقى المين سيستم ايه هو المين سيستم ومما يتكون المين المين سيستم. نعم. هو ده شارك للصالة اللي احنا اللي احنا رسمناها الوقتي اه مع بعض. فعبارة عن الشور ده يعني وده قسم ده على مسافات مدساوية والكاميرات السنوية على مسافات برضو مدساوية. وده بتاعتي. وده افضل ابعاد اللي هي اللي هي من اربعة لستة متر. ممكن نلعب على خمسة متر. خمسة وشوية خمسة الا شوية. اللي هو المتوسط يعني. فلما جاخد قطاع بالشكل ده عشان ابين بقى واعرف ايه هو مكونات فهلاقي بالشكل او المنزر اللي انت شايف ده. هلاقي عبارة عن ايه? عبارة عن كاميرا كبيرة. كاميرا كبيرة. لما تكبر شوية بسمها جيردر. يبقى القاميرا دي من الوقت هنسميها ايه? عدنا هنسمها جيردر. لما اجا اقول لك على لما نجي نشتغل على المين سيستم. الكاميرا اللي فيه هقول عليها مش هقول عليها بيه. تمام? فالجيردر عبارة عن كاميرا كبيرة. تمام? ده هو الجيردر ده هيبقى جيردر بتاع ايه? هنعرف في الوقت. اه ده وده الكاميرات السنوية لما تجي تقطع. كده زي ما انت شايف بتشوف الكاميرا السنوية وبتشوف البلاطة وبتشوف الجيردر او بتاعك اللي هتشوف ده اللي احنا شفناه تمام? وده في اتجاه وده اتجاه وده العمود بتاعه. تمام? وطبعا ده ده بتاعك اللي احنا المفوض نختار. بتكرروا بقى على مسافة متسوية وتحط البلاطة بتاعتك على ليه? تمام? بقى ده هختاره ازاي? والله انا ببص على الشورت بتاعي. وحسب الرقم بتاع الشورت بيتم اختيار نوع تمام? ده طب ايه بقى انواع اللي عندي? عند ده انواع كتير. اول نوع وابسطهم واسهلهم هو ايه هو هو عبارة عن ايه? عن كاميرا عادية. انا عندي عمود اهو. وعمود هنا اهو. عملت عليهم كاميرا كبيرة شوية ركزت عليهم كاميرا كبيرة. كاميرا عادية. تمام? فاللي هو ايه? اللي هو ان انت عشان تعرف ان انت عشان تحلها. لكنها كاميرا. كاميرا اللي انت درستها بالكده. ده صبورت وده صبورت. الكاميرا ملهاش علاقة بالعمود. الكاميرا ملهاش علاقة بالعمود. فبالتالي بتحل الكاميرا وتحط عليها الاحمال بتاعتها اللي هو زائد تمام وتحلها تجيب العزم اللي هو ده بيقول لتربية على التمانية وتاخد القطاع وتصمم وتجيب التسليح بتاعها وكاميرا عادية خالص بس اسمها ده بالنسبة ده لو كانت يعني انا عندي حتة الارض قسمتها لاتنين حطيت حطيت مرتين فخلتها فكده مسموح لي هنا بان انا حط عمود داخلي طب انت مش مسموح ان انا هستخدم عمود داخلي ده بستخدمه في حالة خطوط الانتاج يعني في مصانع كده بتشتغل خطوط انتاج بتحتاج ان انت تعملها بالشكل ده تمام فما فيش مشكلة فانت تحلها عادي برضو لكنها كاميرا مستمر ده بيقول لتربيع على التسعة وهنا ده بيقول لتربيع على الحداشر وتاخد قطاع هنا وتاخد قطاع هنا وتجيب التسليح هنا وتجيب التسليح هنا وترسم تفاصيل التسليح فهو ده من سميه ان الكاميرا ما لقاش علاقة بالعمود الكاميرا ما لقاش علاقة بالعمود فبتعتبر ان ده كاميرا بسيطة ده وده باستخدمه لحد ما يكون الشورت اسبان اتناشر متر او اقل تمام ده اسالهم وده مش هنتكلم عليه آآ النهاردة فهندخل على حاجة تانية اللي بعد كده النوع التاني اللي هو الفريق لما ابقعد تكبر شوية اللي هو السبان السبان الصغير بقى اتناشر متر او اتناشر متر حتى اربعة وعشرين متر مسلا ممكن يزيد شوية عن كده مفيش مشكلة بيكون عندي انواع من الفريم ايه هو الفريم ده عندي هنجد فريم هنجد فريم اقصد السبورتات بتاعته من النوع هنجد وهنعرف يعني ايه هنجد دلوقتي وكل حاجة هنتكلم عليه وده باستخدمه او باستخدم السبورت هنجد فريم في حالة لما يكون الطربة ضعيفة وكسوية تمام ممكن استخدم السبورتات دي دبات وفكسة ودفع ده العكس بقى لما تكون الطربة كوية تمام وده يدينا معلومة ان الطربة لما تكون ضعيفة السبورت بتكون هنجد فريم تمام فانا لو انت جد تسأل حد انا بحدد نوع السبورت بتاع العمود والطربة والاساس بناء على ايه بايقول لك نوع الطربة بيدخل في الموضوع ده فلما تكون طربة ضعيفة باعتبرها هنجد فريم لما تكون طربة كوية باعتبرها فكسة فريم تمام او ممكن اخلي الفريم سري هنجد فريم هنجد هنجد واعمل وافصل الفريم في المنتصف كده بهنجد تمام الهنجد خلي بالك انت الهنجد ده بيساوي الهنجد بالشكل ده ممكن ترسم كده وممكن يترسم كده. المشكلة. تمام? ممكن يترسم كده. ممكن يترسم كده. ممكن اخلي الفريم دائري. ده في الصلاة الدائري. المشكلة. تمام كده بتصمم كميراتها يا ري. زي الخزانات بالزبط. تمام? في خرصانة تلاتة. موجود موجود الفيديو بتاع. عندي لما يكبر عن كده بقى ندخل بقى على انزمة جديدة اسمها او الترس او ده لما تكون بقى الابعاد اكبر من اربعة وعشرين متر حد ربعين متر. بستخدم بالشكل ده. ده بالشكل ده. ده الترس بالشكل ده. ده لما الانزمة تبقى واسعة شوية. طبعا لو النزام كبر اكبر من كده ممكن ادخل على انزمة جديدة اللي هي الكشريات. في انواع كتير منها تستخدم لتخطيط الصلاة ودي النزام الجديد. في احنا بنسمي الانزمة دي الانزمة القديمة. وفي انزمة جديدة اسمها الشكل. لكن احنا هنتكلم على الانزمة القديمة. هنتكلم في هنتكلم النهاردة على طعم ده ده موضوعنا الاساسي بتاع النهاردة ونطبق عليه ان شاء الله. انا عندي السستم بتاعي بيبقى مكون بالشكل ده. جردر الاسلاب انا عندي الكامرة عمقها كبير. ممكن توصل لاتنين متر. ما فيش مشكلة. فانا عندي البلاطة بتاعتي والكامرة او النزام بتاعي او التخطيط بتاعتي اللي هي البيم والاسلاب ممكن احطها فوق. على الجردر من فوق. ممكن احطها تحت. في نهاية الايه? في نهاية الجردر من تحت. ممكن احط جزء فوق وجزء تحت. يعني البلاطة بتاعتي انا بلعب بها بالشكل اللي انا عايزه. دي اشكال متاحة انت ممكن تستخدمها في اي وقت. انت عايزه او مطلوبة فيه. تمام? ممكن استخدمها استخدم الحالة دي في قامتة حبة فوق وحبة تحت قامتة لما انا عايز اعمل شبابيك. تمام? في الجزء ده. الشبابيك ده تستخدم للتهوية. تمام? اضاءة طبيعية. فالاضاءة طبيعية في الصلاة مهمة او. تمام? لانها بتكون مساحة واسعة وبتكلفك في في الاضاءة. فانت لما تدخل له اضاءة طبيعية فكده انت بتوفر له كتير. تمام? ممكن ممكن اعمل اه البلاطة بشكل تاني. شكل ايه? ان انا عند الجردر. بالشكل ده. والقامرة هنا بالشكل ده. البلاطة اركزها هنا. واجيب. واجيب طبعا ده الجردر بتاعي او السيستم بتاعي. وبالنسبة للبلاطة انا ممكن انا زي ما قلت لك البلاطة ممكن ارفعها هنا احط كده عمود صغير بنسميه بوست. بنسميه ايه? بوست. عمود صغير يعني بوست. طبعا. وامر راح يثبت البلاطة بتاعتي ايه? هنا. منتوبها يبقى صفر هنا ومرفوعة هنا على بوست. وهكذا بقى وهي ماشي. ونفس الكلام تكرره. البلاطة مرتكزة هنا ومرفوعة على بوست هنا للي بعد وهكذا. فهيديني ايه? فهيديني ايه? واقسم بقى البلاطة بتاعت الكاميرا السنوية. فهيديني بلاطة ميلة. بسميها بلاطة سنية المنشار او بستخدامها ومفيدة او في المصانع المصانع اللي هي بتاع بتاع الملابس اللي فيها سابغة. طبعا بتحتاج اضاءة طبيعية او بتحتاج لما دي تعمل اضاءة طبيعية يقول لك ما تخلىها اضاءة غير مباشرة يعني الشمس ما تدخلش شيء على طول. يعني مسلا لو الشمس هنا لا يبقى الشباكي النحية التانية او في نحية الشمال شوف نحية الشمال فين? هو هيشاور لك عليه وتحط الشباك نحيته. في الجزء ده او بحط في الشبابيك. فتدخل هنا اه الاضاءة بتكون غير مباشرة في الاتجاه ده. نعم? فده نوع جديد برضو مش نوع جديد والحاجة انا البلاطة بس اللي بلعب بيها ياما خلاها افقية ياما خلاها ميلة تراحتي. نعم? نحن في الموضوع بتاعنا النهاردة البلاطة هتبقى وفقية تماما. تماما. ممكن ان كامرة الجردر كبيرة ممكن اعمل فيها فتحة بس خلي بالك. انا ممكن اعمل فتحة فتحة في الجردر عادي. لكن في اماكن مناسبة ايه الاماكن المناسبة? انت عندك لما ديجي تاخد القطاع بتاعك. بالنسبة للقطاع احنا عارفين ان في حاجة اسمها النيوترال اكس. النيوترال اكس ده للخرصانة المسلحة بيديني ان فيه جزء الضغط وفيه جزء شاد. تمام? جزء ايه? ضغط وفيه جزء شاد. قلناك جزء جزء الضغط الخرصانة كويسة في الضغط. فبحتاج هنا الخرصانة. تمام? بحتاجها كلها. لكن هنا هنا الخرصانة في الشد. فبجيب لها حديد تسليح. طب وبالنسبة بالنسبة للخرصانة اللي هنا مش مجحة. فانا اقدر اشتغل جزء من الخرصانة اللي هنا في المنطقة دي بالزبط. لانا ممكن اعمل فتحة اماكن اللي انا مش محتاج فيها خرصانة. اللي هو اللي هو تحت النوترال اكس في منطقة بالمنزر ده والفتحات بتكون مناسبة. الفتحات دي بستخدمها في ايه? بماشي فيها التكييف المركزي. طب واحد يقول لي تماما انا ممكن اعملها هنا ممنوع. ليه? لان انت انت ما عارف ان دي منطقة اتصال ومنطقة الاتصال ما تنساش ان دي كاميرا. والكاميرا بيحصل عليها حاجة اسمها شير فورس واقصى قيمة لها من وش العمود. تمشي مسافة دي على الاتنان. فبالتالي المنطقة دي بحتاج فيها الخرصانة بالكامل. لان القص بقاومه عن طريق الخرصانة وحديد التسليح. طبعا? فمنوع ان انت تشتال حاجة من الخرصانة من هنا. بسموح لك هنا في النص كاميرا بس. ليه نص الكاميرا? لان انت الكاميرا عندك عليها نص الكاميرا من هنا اقصى عزم في النص. واقصى عزم بيقابله زيرو شير. تعال نرسم انت عندك. ده لما تجي ترسم الشير. ده اقصى قيمة للشير. هنا هنا زيرو شير. تمام? يقابله بقى ايه? يقابله اقصى قيمة للعزم. اللي هو عنده الشد اصلا. الشد هنا انا مش محتاج في الخرصانة. تمام? لكن انا بحتاج للخرصانة. لما يكون عندي شير. فاقصى قيمة عندي الشير هنا يقبلها زيرو مومنت. فبالتالي زيرو مومنت. يعني في ضغط هنا. يعني انا محتاج للخرصانة هنا. لان الخرصانة عليها ضغط وعليها شير. فمنوع ان انا اشتال جزء من الخرصانة من على الطرف بتاعها. او من جنب العمول. لكن انا ما اسمح لفن نص هنا اشتال الخرصانة اللي انا عايزها من تحت النيوتر الاكس. اني بيبقى عندها زيرو شير بيبقى عندها ام ام مكسم. تمام? ده ملحوظة عليك. ممكن بقى الفريم يبقى بالمنزر ده. ممكن يبقى بالشكل ده تميله. ما فيش مشكلة له نفس الكلام بالزبط تتميله. بس عشان المطرة مسلا عايز تعمل اه مصار للمية ما تقفش فوق. اه ممكن تبقى بالشكل ده ترفع اه الجزء اللي في النص بتاع البلادة على بوست دي البوست اهو. تمام? عشان تعمل شوباك هنا. عشان الاضاءات طبعا از ما احنا قلنا مهمة. تمام? عند الجمعية الاشكال المناسبة ليك انت تقدر تستخدمه. يبقى احنا كده عرفنا. ازاي ترسمي البلان او ازاي اه ان كونات بتاع النظام الانشاء للصلاة. ده ده بنسميه. تمام? في جزء تاني او لو انت اجيت بصات من الجنب هنا بسميه. ده لما تجي ترسمه. بيبقى بالشكل. لما اجي ارسم طبعا بيكون في خطة قطعة هنا لان انا ما بعرفش ارسم كله. مهم? ده هنا خطة قطعة. استاد فيولو لما تجي تشوف انت لما تجي تبص هنا هتشوف ايه? هتشوف على هيئة. على اقطاعها بالكامل بالمنظر. اول حاجة هنشوف لا مش اول حاجة هنشوف البلاطة. بعد كده اللي هو ايه? البلاطة. سمك. سمك البلاطة من فوق. هتشوف. تحتها هتشوف بالشكل ده. اللي هو بيناه الدماج بيقطعها او بمساحتها. الكل ايه? هتشوف ايه داني? هتشوف قطاع. الجردر بتاع يعني الجردر هيبان. بيقطاعه بالشكل ده. ده قطاع الجردر هيتشوف طبعا الرسم انت بتتزبطه بقى. بس انا بقريك اللي انت هتشوفه. وهكذا بقى. ده الجردر اللي انت هتشوفه. وبعد الجيدة هتشوف ايه? هتشوف العمود تحت كل الجردر كده عمود. الصلاة بالنسبة للصلاة اقل مساحة او اقل ارتفاع من جوه هو اربعة متر. فالصلاة بتبقى ارتفاعات واسعة. فالارتفاع ده اقل حاجة ممكن تستخدمه اربعة متر. لكن انت لما تشوف اي صالة هتلاقي اكبر من اربعة متر. ممكن توصل لسبعة متر. تمانية متر ستة متر. فبتبقى كبير. فالعمود بيكبر معي. لكن طيب مش دي المشكلة. العمود لما يكونك كبير ارتفاع كبير ارتفاع صغير بتتصمم. لكن المشكلة عندي في ايه? ان انا الجزء اللي ما بين العمود ما بين العمود اللي هو اللي احنا بنسميه اللي هو ده اللي هو المسافة بغطي بغطي الجزء ده بحوائط طوب. حوائط الطوب دي ما ينفعش يزيد ارتفاعها عن تلاتة متر. لكن دي بقى سبعة متر. هنعمل ايه بقى? هنحل المشكلة دي ازاي? باجي باجي مسلا في النص هنا. وبحط كامرة بسميها. بسميها ايه? ممكن احط كامرة في البداية. وكامرة في النص. فبيتالي انا كده قسمت. قسمت الارتفاعين. الارتفاع الارتفاعين. تلاتة ونص. تلاتة ونص. لكن واحد هيقول لي ده كبير. يا مش تبقى تلاتة ونص بالزبط. لان انا حطيت كامرة فالكامرة ده هتاخد عمج. فبقت مسلا فبقت اتنين ونص متر. وبقت اتنين ونص متر. والبقى داخل في نص اه والبقى داخل في ايه? في الكامرة. طبعا. فكده الكامرة هنا بقى لها فيدتين. ان انا قسمت الطوب والفاية التانية ان انا قسمت العمود فالعمود بقى قصير. ما بقاش طويل ليه? لان العمود لما بيحصل له باكلينج انا خلاص ربطته في المنطقة دي. فانا ربطت العمود فكده همنع بتاع العمود. ده بالنسبة للصلاة كمقدمة كده بسيطة لها. اه بحيس ان انت تفهم يعني ايه صلاة وعرفت انت الانظمة اللي عندك. وان شاء الله بقى ايه نطبق في مسال.